انطلق حفل تخرج الدفعة الأولى لبرنامج فاليو الذي تنظمه المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا وشهد الحفل تكريم متطوع حياة كريمة وتسليم شهادات الفترة التدريبية لكل متطوع منهم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب حيث جاء تكريم المتطوعين نتيجة لمشاركتهم الفعلية في المبادرات أو المعسكرات التابعة لحياة كريمة على أرض الواقع من مختلف الجامعات على مستوى جميع المحافظات حياة كريمة قدمت برنامج كبير جدا جدا فاد الطلاب عندنا بالمبادرات المشاريع والأفكار اللي قدموها حتى كمان لما جون بدأوا البرنامج بدأ تنفيذ البرنامج عن طريق ثلاث جامعات كنا احنا بفضل الله من الجامعات الأولى اللي تم ترشحها والحقيقة قدموا أسبوع تدريبي لكل طلاب الجامعات بمستوى التخصصات قدروا الحقيقة يفيدوا الطلاب كتير جدا في المبادرات اللي قدروا يقدموها وكل حاجة والمشاريع اللي ننفيذوها كمانا الدفع دي الحمد لله استفادوا جدا جدا وكانوا تشجيع لدفعات تانية في الصرح الكبير طبعا الأكاديمية الوطنية اتدربوا ازاي يفكروا طريقة تفكيلهم ديزاين سينكين كله فكروا ازاي يبدأوا مشاريع خضراء وزكية ازاي طالب يتعلم قصص المشروع ازاي بيطلع على أرض الواقع وازاي المشروع يقدر ينفزه طبعا ده كله من خلال برنامج تدريبي قوي جدا قدر ان هو يأهلهم عشان يوصلوا للمرحلة دي حياة كريمة وصلت دلوقتي حاليا في كل مكان في كل ربوع الوطن في كل قرية في كل بيت في كل مكان اصبحت حياة كريمة داخل كل انسان فينا فاحنا بنشكر قياداتنا ونشكر المجهود المبزون من كل قيادات حياة كريمة بداية من المتطوع الى اعلى مستوى تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية حياة كريمة على ارض الواقع عمل اثر جامل جدا والناس كلها تشكر بخامة الرئيس على هذا المبادر الجميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة